ينضم إلينا من درعة معاذ الزعب مرسلنا معاذ مرحبا بك نعم أهلا باتول نعم يعني الفصائل في درعة درعة تلقي المناشير على مناطق سيطرة قوات النظام يعني ماذا لديك حول هذا الموضوع معاذ نعم مساء الخير باتولي كنون شاهد الخنار هناك جواء متقلبة من وقت آخر حقيقة بتول في الجنوب السوري ما بين تصعيد عسكري وهدوء حذر في المنطقة النظام السوري قصف أحياء درعة البلد وحيط طريق السد ومنطقة كفر ناسج وكفر شمس في منطقة مثلت الموت بريف درعة الغربي بالإضافة منذ قليل يعني منذ نصف ساعة تقريبا قامت قوات النظام المتمركزة في تل الشيخ حسين بريف درعة الشرقي والمتاخم يعني وهو خط الجبهة الأول مع منطقة مقافة السعيداء والسرية الرابعة ومطار التعلى العسكري قام بقصف يعني منطقة الكرك الشرقي وقصف أحياني أطراف بلدة المسيفرة وأمولد هذا يعني التطورات يا باتول حقيقة بخصوص التهديدات للجنوب من قبل النظام وميليشياته حتى يعني الآن لم نشهد يعني أي تعزيزات جديدة للنظام خلال اليومين الماضيين يعني توقفت جميع تعزيزات النظام وأن النظام اكتفى بتقدمات وهمية على عدة جبهات ودارت يعني اشتباكات متقطعة دون أي تقدم للآخر طبعا يعني باتول يبدو أن المشهد العسكري في درع انقلب رأسا على العقب على قوات النظام خلال تجهيز الفصال وتعزيز جبهاتها واستعرضات عستقرية كبيرة جدا للفصال المعارضة بالإضافة يعني سطاعت فرق الهندسة التابعة للمعارضة وخصوصا البنيان المرصوص من إخراج مجموعة صواريخ شديدة الانفجار وأطلقوا عليها صواريخ تحت مسمى عمر وأبو بكر تجهيزا لصد أي محاولة تقدم للنظام على حي المنشية أو ربما يعني النظام يحاول التقدم على بلد تنعيمة وبصر الحرير أما النظام السوري حقيقة بتول يكتفي بالحرب النفسية والإعلامية من خلال بث التشاوم اليأس في درع وخصوصا بين المدنيين من خلال التشير بالقتل والتهجير والترويج للعودة لحظن الوطن على حد مزاعم النظام لكن هذه السياسة أصبحت مكشوفة ولم تؤثر على أغلب مناطق درع ولا يوجد أي مصالحات بتول يعني أو عودة لحظن الوطن كما يقول النظام وما نراه نحن الآن هو العكس تماما بأن المعارضة السورية أصحى جاهزة على أكمل وجه للتصدي لقوات النظام ممليشياتي في درع بعد رفع الجاهزية لكافة الفصائل في الجنوب السوري وتعزيز مواقعها نعم معاد تحدثنا عن المدنيين وما يقوم به النظام يعني عليهم المدنيين كيف يرون كل هذه التجهيزات والتحشيدات العسكرية من قبل النظام التي يقوم بها يعني على تخوم أو بداية درع أو ما يحاصر فيها درع يعني كيف يرون ذلك نعم حقيقة بتول يعني المدنيين يعني عاشوا أجواء تخبط واضح في صفوفهم لكن يعني لا يبدو أن هناك يعني أي ترويج كما يروج النظام ممليشياتي بأن المدنيين يعني يسعون إلى مصالحات ويتقطون على الفصال هو النظام يحاول يعني جعل المدنيين كوسيل للضغط لإجبار الفصال المعارضة على الانسحابات أو على الواقع التهجير من خلال قصص فيه يستمر على هذه المناطق لكن أغلب المدنيين ما زالوا يعني أقيقة بتول صامدون وما زالوا بالإضافة يعني هم يرفعون معنويات الفصال ويخرجون بمظاهرات يعني مطالبة الفصال بتواحد تحت غرف عمليات واحدة لدحر النظام ومليشياته بحال أراد المواجهة الحقيقية في درع خلال الأيام القليلة القادمة لكن هناك بتول أريد أن ننوه هناك حالة نزوح يعني من أحياء درع البلد وأيضا من يعني منطقة مثلة الموتى التي يعني ربما في أي وقت ممكن يتقدم النظام ويحاول التقدم منها وهي يعني تتعرض لقصف مكثرة من قبل النظام ومليشياته هناك يعني حالات نزوح من المدنيين إلى الريف الشرقي وإلى المناطق الأكثر أمانا بالنسبة له يعني معاذ عندما ألقى النظام قبيل فترة يعني مناشير تدعو فيه للمصالحة من قبل الفصائل والاستسلام يعني هل كان هناك حديث عن أن هناك بعض عناصر من الفصائل تجاوبت يعني هل هذا صحيح؟ أبدا بتول لا يوجد أي مصالحات وطنية كما يقول النظام قلت لك بتول يعني ذكرت قبل قليل أن النظام يحاول بث التشاؤم وحاول الإشاعات خلال يعني يعني إلقاء منشورات وإلقاء بأن العودة إلى حضن الوطن لكن حقيقة لا يوجد أي مصالحات ولا أي فصيل تابع للمعارضة السورية في الجنوب السوري يعني قام باجتماعات مع النظام أو تفاوضات أو أبدا لا يوجد بتول نعم نشكرك جزيلا شكر مرسلنا معاذ الزهبي كنت مهنا من درعا لكل هذه المعلومات موسيقى